السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرح اليوم بإذن الله الويك التاني من المادة هنتعرف على معنى رائد الأعمال أو الانتربرينير وإيه هي خواص رواد الأعمال وإزاي بيتم تحديد الفرص التجارية اللي ممكن يستفيد منها رواد الأعمال وينشؤوا المشاريع الخاصة بيهم وإيه هي فوايد الأعمال أو المشاريع الصغيرة أو الـ Small Businesses وإيه هي عيوب أو مشاكل الانتربرينير أو ريادة الأعمال ونعرف كمان إيه أهم المشاكل اللي ممكن تؤدي لفشل مشاريع الاستارتاب تعالوا نتعرف أولا على مين هو رائد الأعمال الانتربرينير أو رائد الأعمال هو شخص زو خواص معينة بيقتنص الفرص في جو مليان بالمخاطر وعدم الوضوح يعني الرسك والانسير تينتي طبعا هدفه أن هو يأس الشركة علشان يحقق الـ Profit أو الربحة ويحقق نمو للشركة دي وده من خلال تحديد الـ Opportunities أو الفرص اللي من خلالها يقدر يعمل مشروع أو فكرة وده عن طريق تحديد الـ Resources أو الموارد سواء الموارد المالية أو غيرها واللي يقدر من خلالها يستفيد من الفرص دي في تعريف عام أن الانتربرينير أو رائد الأعمال بيكون هو الشخص اللي يقدر يقوم بالأعمال الحرة فيه نوع من الانتربرينير أو من رواد الأعمال بيطلق عليه السيريال انتربرينير وده بيكون عنده القدرة على إنشاء أكتر من شركة وإدارة أكتر من نشاط في نفس الوقت ودول بنسميهم السيريال انتربرينير تعالوا نوضح مجموعة الخواص اللي بيتميز بها رواد الأعمال أول حاجة الـ Desire and Willings أو الرغبة والاستعداد لأخذ المبادرة باختصار دي ناس عندها القدرة على إنشاء البزنس المعتمد على أفكار إبداعية وغير تقليدية يعني الحاجات اللي الناس بتخاف تفكر فيها هم بيعملوها مشاريع رواد الأعمال مش مجازفين وخلاص لكن بيكونوا عارفين إيه هي مخاطر البزنس المحتملة وبيحاولوا يحققوا أهدفهم حتى في خلال أوقات الركود الاقتصادي اللي الكل بيخاف يعمل مشاريع في الوقت ده هم بيعملوا أفكار وبيبدأوا مشاريع أما رقم ثلاثة هي الـ Confidence in their ability to succeed أو الثقة في قدرتهم على النجاح فالناس دي بيكون متفألة وبتحول تتخطى أي صعاب أو مشاكل لما تينجي تعمل البزنس الخاص بها أما رقم أربعة وهي self-reliance أو الثقة بالنفسة حتى لو الآخرين بيقولوا أن رواد الأعمال مجانين فأن رواد الأعمال أو الـ Entrepreneurs بيكونوا واثقين من أنفسهم ومستمرين في التعامل مع المشاكل وبيحاولوا ننجحوا البزنس بتاعهم أما رقم خمسة وهي الـ Perseverance Interpreneurs فالفكرة بتاعتها هي المثابرة حتى لو الأمور والظروف ما كانتش كما تم التخطيط لها برضو رواد الأعمال بيحاولوا ينجحوا في أسوأ الظروف فيه مثل ياباني بيقول اسقط سبع مرات وبعدين أقف في المرة التامنية يبقى رقم خمسة يقصد بها المثابرة وأن رواد الأعمال ما بيستسلموش وبيحاولوا نجحوا البروجيكت الخاص بيهم أما رقم ستة ويقصد بها الـ Desire أو الرغبة للحصول على ردود فعل فورية فرواد الأعمال بيحبوا يعرفوا إزاي يتم تطوير وإنشاء البزنس وامتبعته بصورة مستمرة أما رقم سبعة وهي Low Level of Energy أو مستوى عال من الطاقة من الآخر رواد الأعمال بيكونوا ناس شغيلة مش بتنام وبتبذل أقصى جهد علشان تنجح المشروع أما رقم تمانية وهي Competitiveness أو التنافسية فرواد الأعمال بيحبوا المنافسة جدا وده بيظهر حتى في الألعاب اللي بيلعبوها أما رقم تسعة فهي Future Orientation والتوجه نحو المستقبل والأفكار الإبداعية رواد الأعمال بيحلموا بأحلام كبيرة وبيعملوا خطط علشان يحولوها لحقيقة وبيحولوا كل صورة إنهم يبحثوا عن الفرص وينفذوها كمشاريع أما رقم عشرة وهي Skill at Organizing أو مهارة التنظيم فرواد الأعمال عندهم القدرة على تجميع الأشخاص والموارد المناسبة علشان يحققوا هدف معين وده بيحول أفكارهم لمشاريع قيمة أما رقم 11 Value of Achieving over Money وده مقصود بيها أنه رواد الأعمال ما بيكونش هدفهم الفلوس بصورة أساسية ولكن المغمرة وإنجاز المشروع وبعدين الفلوس بتيجي حاجة سنوية أما النقطة اللي بعدها High Degree of Commitment أو قدر عال من الالتزام وده بيساعد على التغلب على مشاكل البزنس والصعوبات اللي بيقابلها في بدايته أما رقم 13 وهي Tolerance of Ambiguity أو التسامح مع الغموض يفترض أن البيئة اللي بيشتغل فيها رواد الأعمال بتمتاز بالغموض وكونها بتتغير بسرعة وغالبا ما بيحتاجوا أنهم يغدوا قرارات ممكن تكون متضربة ومعتمدة على مصادر غير مألوفة أما رقم 14 وهي Flexibility أو المرونة ومن أهم ميزات رواد الأعمال هي قدرتهم على التكيف مع الطلبات المتغيرة للعملة والبيزنس وبالتالي لازم البزنس يتطور تبعا لحالة السوق وإذا ما تطورش يبقى حيفشل لأن العالم دلوقت سريع التغير آخر خاصية معنا وهي التنسة أو العناد وقوة الإرادة فبيمتاز رواد الأعمال بقوة الإرادة والقدرة على التغلب على الحواجز والصعوبات اللي بتأف في طريق نجاح المشروع عندنا كمان مجموعة من الملاحظات أن الـ Entrepreneurship أو ريادة الأعمال دي عبارة عن سكل أو مهارة وليست خاصية وراثية زي أي سكل أنت بتتعلمها النقطة الثانية أنه أي شخص ممكن يكون رائد من رواد الأعمال وما فيش نموسك محدد للخواص واللي على أساسها نقدر نقول أن الشخص ده هيكون رائد أعمال فأي شخص بغض النظر عن عمره أو العرق بمعنى أنه يكون اللي هو زي أمريكي من الأفارقة أو أمريكي من الأسبان أو أمريكي من اللاتينيين وكلام ده بالإضافة للجندر واللون أو الجنسية أو بلد المنشأ ممكن يكون رائد من رواد الأعمال وكمان أنه success أو النجاح في ريادة الأعمال ما بيعتمدش على single characteristic أو لا يعتمد على خاصية وحدة وإنما بيعتمد على diversity أو التنوع واللي بيعتبر واحدة من أهم خواص رواد الأعمال الناجحين الموضوع اللي بعد كده هو إزاي رواد الأعمال بيقتنصوا الفرص علشان يعملوا مشاريع تجارية فوحدة من أهم مبادئ ريادة الأعمال هي القدرة على خلق أفكار جديدة ومفيدة علشان يحلوا مشكلة ما أو تحدي بيوجه البشر في حياتهم اليومية أهم خاصيتين عندنا هما creativity أو الإبداع والإنوفيشن أو الابتكار ودول بيمثلوا أهم الكيز أو الأدوات المستخدمة لحل المشاكل والاستفادة من الفرص اللي بيوجهها الناس يوميا ممكن يجي الناس سؤال حيقول للcreativity والإنوفيشن هما الكيز أو المفاتيح لحل المشاكل والاستفادة من الفرص اللي بيقابلها الناس يوميا تعالوا نتعرف على تعريف الكريوتيفتي والإنوفيشن بالنسبة للكريوتيفتي أو الإبداع هو القدرة على تطوير أفكار جديدة واكتشاف طرق جديدة للتعامل مع المشاكل الموجودة وبالتالي اقتناص الفرص وإنشاء بيزنس أما بالنسبة للإنوفيشن أو الابتكار فهو القدرة على أبلايينج أو تطبيق حلول إبداعية مبتكرة للتعامل مع المشاكل والفرص وبالتالي هيحصل إن ريتشنج أو تحسين وإثراء حياة الإنسان فيه فرق مهم جدا ما بين الكريوتيفتي والإنوفيشن إن الكريوتيفتي هي عملية التفكير في الأشياء الجديدة أما الإنوفيشن أو الابتكار وهو القيام بأشياء جديدة أو ابتكار حلول جديدة لمشاكل قديمة الموضوع اللي بعد كده خاص بالطرق المستخدمة لتحديد الفرص التجارية أو مجموعة التكنيكس لتحديد البزنس أوبرتيونيتي أول حاجة معنا عملية مونيترينج أو مرأبة للترينز أو الاتجاهات والاستفادة منها في وقت مبكر يبقى احنا حنرائب الترينز على المستوى المحلي والمستوى الدولي وبعدين نعمل بزنس يستهدف للتريند دي وبالتالي ده ممكن يدينا ميزات تنافسية أو كومبيتيتيب أدفانتج أما النقطة الثانية أن احنا ناخد ديفرنت أبروتش أو نتخذ أسلوب أو طريق مختلف للتعامل مع السوق الحالي سواء بابتكار منتج أو خدمة أو أسلوب تسويق جديد عملية ابتكار الأساليب وتحولها لفرص عمل من أهم ميزات رواد الأعمال أما النقطة الثالثة أن احنا هنضع نيو تويست أو لمسة جديدة على فكرة قديمة وبالتالي الحصون على مشروع تجاري مربح على سبيل المثال تم استخدام طريق تنظيف الأعشاب في ملاعب البيسبول الأمريكي وتطبيقها على حديق البيوت وبالتالي يسهل باعها أما رقم أربعة فإنحنا ندور على كرياتيف ويز أو طرق مبتكرة لاستخدام الموارد المتاحة على سبيل المثال معالجة بواء الفحمة اللي موجود في المناجم المهكورة والاستفادة منها أما رقم خمسة فإحنا محتاجين نعمل بريالايز أو ندرك أن الآخرين عندهم نفس المشكلة اللي احنا بنواجهها وبالتالي توفير منتج أو خدمة ما تحل المشكلة دي غالبا ما بيؤدي لبيزنس ناجح أما رقم ستة وهي ملاحظة ما هو مفقود مثلا واحد لقى أنه فيه منطقة ما فيهاش مطاعم وابتدى يعمل مطعم يبقى هو كده عمل identify للبيزنس opportunity السؤال هنا ممكن يجي لي مقالي على شكل تعداد أو ممكن يجي اختياري النقطة اللي بعد كده وهي مجموعة الbenefits أو الفوايد الخاصة بالsmall business أو المشاريع الصغيرة برضو ممكن يجي لنا سؤال مقالي أو تعداد أول حاجة عندي هي opportunity أو الفرصة للسيطرة على مصيرك يعني هتبقى مدير نفسك ومش بتشتغل عند حد رواد الأعمال بيبدأوا البزنس علشان يحلوا مشكلة معينة ومن أنواع رواد الأعمال فيه مجموعة بتحاول تبحث عن حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية يعني مثلا تطوير مساكن بأسعار منخفضة أو الترويج للفنون وباختصار هم عايزين يعملوا بيزنس ويكون ليه أثر اجتماعي المجموعة دي هي social entrepreneurs ودول زي ما قلنا بيحاولوا يبحثوا عن حلول إبداعية لبعض المشاكل الخاصة بالمجتمع أما رقم ثلاثة وهي opportunity أو الفرصة للوصول لأقصى الإمكانيات والقدرات صحيح أنت هتستمتع بالعمل وتتخلص من العمل التقليدي الممل والروتيني ومحاولة تحقيق الذات لو أنت بتعمل small business خاص بيك أما رقم أربعة وهي opportunity to reap impressive profits أو الفرصة لتحقيق أرباح ممتازة وبالرغم من أن الفلوس مش هي الدافع لمعظم رواد الأعمال إلا أن الأرباح طبعا عامل مهم جدا في قرار إنشاء البزنس أما رقم خمسة وهي الفرصة للكنتريبيوت أو المساهمة في المجتمع وبالتالي لاعتراف بجهودك لخدمة المجتمع غالبا ما بيكون أصحاب المشاريع الصغيرة أو ال small businesses من بين الأكتر احتراما وثقة في المجتمع لأدوارهم في تطوير الاقتصاد وخدمة المجتمع أما رقم خمسة فهي فرصة لأن أنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتستمتع بيها فرواد الأعمال بيختاروا الدخول في مشاريع هي عبارة عن هوايتهم وبالتالي بيحولوا الهواية إلى عمل وبالتالي بيستمتعوا بالعمل نفسه طيب يا ترى إيه هي المشاكل أو العيوب المحتملة لريادة الأعمال أو الـ Entrepreneurship أول حاجة الـ Uncertainty of Income أو عدم وضوح الدخل أي مشروع في الدنيا معرض للنجاح والفشل فالأمور بتكون رمادية حتى لو تعملت دراسات جدوى في بعض الأحيان ممكن دخل المشروع يكون قريب جدا من الدخلة اللي بيحصل عليه الشخص لو هو بيشتغل موظف نمرة 2 Risk of Losing Your Entire Invested Capital أو الخوف من احتمال فقدان راس المال معدل الفشل للأعمال والمشاريع الصغيرة عالي جدا فلازم رواد الأعمال يكونوا مستعدين نفسيا لاحتمالات الفشل والخصارى كل ما يكون فيه معدل عالي للربحة يبقى برضو احتمال الفشل بيكون عالي أما رقم 3 فبيكون عندي ساعات طويلة وعمل شاقة ومتعد إدارة المشاريع الصغيرة بتحتاج وقت أطول مقارنة بالوقت في حالة الوظيفة التقليدية فممكن يشتغل من 10 ل 12 ساعة يوميا وطول الأسبوع وبدون أجازات لغاية ما يقوم المشروع على ركله أما رقم 4 وهي Lower Quality of Life أو انخفاض جودة جودة الحياة حتى يتم تأسيس الشركة احنا قلنا أن المرحلة الأولى من المشروع بتحتاج جهد ووقت إضافي وبالتالي ممكن تأثر على حياة رائد الأعمال الاجتماعية والشخصية مش حيلاقي وقت يتابع أولاده ولا أهله يعني ما فيه زيارات ولا حاجات اجتماعية تقريبا أما رقم 5 High Level of Stress مستوى عالي من الضغط بدء المشروع وإدارته حاجة مربحة لكن برضو مرهقة فمفيش راتب ثابت الفشل في بعض الأحيان ممكن يكون معناه الخراب حرفيا أما رقم 6 وهي Complete Responsibility أو المسئولية الكاملة المفروض أن رائد الأعمال هو المسئول الأول عن اتخاذ كل القرارات حتى لو مش بييفهم فيها والقرارات دي ممكن تؤدي لنجاح أو فشل المشروع أما رقم 7 وهي Discouragement أو الإحباط فإنشاء البيزنس محتاج جهد وانضباط وطبيعي جدا يكون فيه مشاكل وعقبات ممكن تكون صعبة وساعتها ممكن يحصل إحباط وخيبة أمل وبالتالي لازم مثبرة وثقة بالنفس علشان يمت تم تجاوز الصعاب دي نيجي بعد كده لسؤال إحنا عايزين نعرف إيه هي مجموعة الفاكتورز أو الفورسس اللي أدت لنمو مقطاع ريادة الأعمال يعني ليه الكل دلوقت عمال بيتكلم عن الانتربرينيرشب ريادة الأعمال ريادة الأعمال والكلام ده يبقى الفقرة دي بتختص بيه ليه ريادة الأعمال وأسباب امتشرها ممكن سؤالي ييجي اشرح لي الفورسس أو القوة أو الفاكتورز اللي بتؤدي للنمو في قطاع ريادة الأعمال فالفاكتورز هي أنه الانتربرينيرز are heroes رواد الأعمال هم أبطال في كل أنحاء العالم رواد الأعمال بيعتبروا أبطال ونماذج يحتزى بهم في إنشاء المشاريع وتخط الصعاب والنجاح بعد محاولات فشلة عندك مثلا مؤسس شركة دل وأبرا وينفري وغيرها من مؤثري في عالم ريادة الأعمال أما رقم اتنين الانتربريال ايديوكيشن كل لما الشخص يكون مستواهي التعليمي أكبر يبقى عنده القدرة على إطلاق مشاريع أفضل وجامعات كتيرة بتقدم كرصات مرتبطة بريادة الأعمال يعني مثلا جامعة الملك سعود مادة ريادة الأعمال بياخدها السنة التحضرية أما رقم ثلاثة وهي economic والdemographic factors أو عوامل اقتصادية وديمغرافية فمعظم رواد الأعمال بيبدأوا مشاريعهم ما بين 25 إلى 44 سنة وكل ما يكون فيه نمو اقتصادي بالبلد يبقى فيها احتمالية إنشاء مشاريع ريادية كبيرة أما رقم أربعة وهي shift to service economy أو الانتقال لاقتصاد الخدمات قطاع الخدمات بيمثل 80% من الوظائب وبسبب انخفاض تكلفة بدء المشاريع الخدمية فهي الاختيار المفضل عند رواد الأعمال الناس كلها عايزة تعمل مطعم مخسلة حاجات زي كده دي اللي هي service economy وبتتراوح المشاريع الخاصة بالاقتصاد الخدمي من الفنادق والرعاية الصحية مواقع الانترنت والنقل وغرها زي ما قلنا علشان تكلفة بدء المشاريع دي تكلفة منخفضة أما رقم خمسة وهي technology advancement أو التقدم التكنولوجي انت عندك مجموعة كبيرة من الأدوات زي الانترنت والكمبيتورات وأجهزة الطبعات والسكانرز وغرها كل دي بتسهل عملية إنشاء الشركات وإدارتها من البيت أو من أماكن صغيرة وكمان التنافس مع الشركات الكبيرة واستخدام التكنولوجي كميزة تنافسية يعني انت مش محتاج تبدأ كبير جدا علشان تدخل السوق ممكن تبدأ صغير وبعدين تكبر شوية شوية أما النقطة اللي بعدها وهي outsourcing أو الاستعانة بمصادر خارجية خلينا نقول إن هي مشابهة لكلمة الفريلانسرز فأنت مش شرط تعمل كل حاجة بنفسك ممكن مثلا تستخدم إنشاء جي بي تي علشان ينفذ لك مجموعة من المهام اللي ممكن تحتاج فريق كامل من الأشخاص عشان ينفذوها وبتكلفة أقل ممكن تحتاج مبرمجين مش لازم إنهم يكونوا معاك في الشركة ممكن تخليهم ينفذوا تسكات معينة وما يبقوش موظفين عندك بصورة كاملة ميزة الاوتسورسينج إنها بتزود الفليكسابيلتي أو المرونة الخاصة بالشركة وقدرتها على التعامل مع السوق اللي بيتغير باستمرار وظروف التنافس مع الشركات على سبيل المثال عندك هنا الشركات الكبيرة زي STC بيكون لها فروع موجودة في مصر شركة صغيرة خاصة بعملية البرمجة للصفتوير اللي بيتم استخدامه هنا وبتستفيد من فارق العملة فبدل ما تجيب موظف هنا والموظف ده مثلا ياخد 15 ألف ريال لا هي حتدينه مبلغ قريب من كده ولكن حيكون موجود في مصر أو موجود في الهند أما رقم سبعة وهي الاندبندنت لايف ستايل أو اسلوب الحياة الحرة طبعا إحنا هنا بنتكلم عن أمريكا فبيقول لي هنا أن ريادة الأعمال ضنمط بيناسب الشباب فالشباب عايزين يعيشوا أحرار يختاروا المكان اللي يشتغلوا فيه وساعات العمل وكمان موضوع الثراء والأرباح عايزينوا في أسرع وقته أما رقم تمانية فبيقول هنا أن الإيكميرس أو التجارة الإلكترونية والوورلد وايد ويب وجود الويب ربط العالم ببعضه وفتح الباب لآلاف من المشاريع الريادية وكمان التجارة الإلكترونية فوجود موقع على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي عامل مهم جدا في انتشار المشروع ونجاحه أما رقم تسعة وهي الانترناشنال أوبرتونيتيز أو الفرص الدولية الشركات الصغيرة مش شرط يكون عملائها من داخل الدولة نفسها لا ده ممكن يكون فيه شركات صغيرة والعملاء بتوحها موجودين على مستوى العالم يعني مثلا أفتكر أن كان فيه شركة الشركة دي شركة هندية بتتولى تصنيع المفروشات المعتمدة على القطن المصري وكان الأرباح بتاعتها كانت 840 مليار أو آسف مليون دولار إجمالي الصادرات المصرية في قطاع الأقمشة وكلام ده كانت أقل من الشركة دي يبقى دلوقت الشركات الصغيرة مش شرط يكون عملائها داخل الدولة وفقط وبالعكسة وجود الانترنت خل العالم كله سوء محتمل للشركة ففيه شركات محلية لكن انتكها كله موجه للخارج طيب دلوقت أنا عملت ستارت أب ليه فشل؟ هنا ممكن يجينا سؤال مقالي أو سؤال تعداد فتعالوا نتعرف على أهم خمس أسباب لفشل الشركات الناشئة أو الستارت أب أول حاجة الانسافيشنت ستارت أب كابيتل عدم موجود رأس المال الكافي وده أقصر طريق للفشل لازم يكون عندك نفقات بتغطي المشروع على الأقل لمدة ست شهور وبدون أي أرباح النقطة الثانية الليكوف مانجرال إكسبرينس عدم توفر الخبرة الإدارية أو قلتها لازم يكون فيه خبرة ومهارة بالأعمال الإدارية زي التسويق والتمويل ومرأبة المخزون أما رقم ثلاثة وهي الباد لوكيشن أو اختيار المكان الغلط فلازم الموقع يتناسب مع مشروعك والعمل اللي انت بتستهدفهم أما رقم أربعة وهي البور انفنتوري كونترول أو ضعف مرأبة المخزون أنت عندك منتجات كتيرة في المخزن كده أنت حولت السيولة أو الكاش اللي موجود معاك لمنتجات ممكن يحصل مشكلة ما وتحتاج سيولة وما تعرفش ببيع المنتجات اللي موجودة معاك أو أن انت ببيع بخصارة علشان انت محتاج سيولة ضرورية أما رقم خمسة وهي اللاكوف إنيشيال بلانينج أو عدم موجود خطة أولية للمشروع أو تخطيط من البداية فلازم يكون عندك خطة وعامل دراسة جدوة تحدد هل الفكرة بتحتك ومشروعك قابل للنجاح وإيه خطواتك علشان تحقق النقطة دي موضوعنا دلوقت وهو التنوع الثقافي لريادة الأعمال أو الـ وشرحنا قبل كده خواص وميزات رواد الأعمال وقلنا أن الموضوع مش مرتبط بسينج الكاركتوريستيك أو بخصية واحدة وأنه أي شخص ممكن يكون رائد من رواد الأعمال بغض النظر عن عمره أو عن لونه أو عن العرقة أو الجنسة وغيرها من الخواص العامة وقلنا أن الكالشرال ديفيرستي أو التنوع الثقافي يعتبر واحدة من أهم نقاط القوة في ريادة الأعمال في الجزء ده بيعرض لي أشكال مختلفة لرواد الأعمال ممكن رواد الأعمال يكونوا من الشباب أو ممكن يكونوا من السيدات أو من الأقليات العرقية في المجتمع زي اللاتين والأفارقة والأسبان أو ممكن يكونوا من الإيميجرنت أو المهاجرين والعاملين بدوام جزئي والعاملين في بيوتهم أو اللي عندهم فاميلي بيزنس أو العمل المملوك لعائلة وحدة على سبيل المثال ممكن يكون عندك مغبز أو عندك مطعم بيشتغل فيه مجموعة من الأشخاص من عائلة وحدة ودي بتمثل جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي لكن المشكلة فيها عملية ناقل الإدارة من جيل لآخر فمش شرط أن الأولاد يشتغلوا وظيفة أبوهم مثلاً كمان عندنا الكوبرينرز وده عبارة عن كابلز أو زوج وزوجته بيشتغلوا مع بعض وبيقسموا الشغل على أساس مهارتهم وخبرتهم ودي بتعتبر أسرع قطاعات الأعمال نمواً في أمريكا كمان عندي الكوربريت كاستوف الشركات الكبيرة زي فيسبوك وأمازون وغيرها بتحاول تقلل النفقات وتتخلص من بعض الموظفين ودول ممكن يكونوا مصدر مهم لريادة الأعمال فإحنا عندنا ناس عندها خبرة ومعرفة بالسوء يبقى بالتأكيد هيحاولوا يجمعوا ويعملوا الشركات الخاصة بيهم طيب بعد كده الكوربريت دروب أويت إحنا قلنا إن الشركات بتقلل عدد العمالة عندها وبتطرد موظفين دول كانوا اللي هم الكاستوف طيب والموظفين اللي موجودين ما هم ممكن ييجي عليهم الدور وبالتالي حيبدأوا يفقدوا الثقة في الشركة وتبدأ الناس دي تدور على شغل تاني بالإضافة للشغل اللي موجودين فيه ويحاولوا يستعدوا ويعملوا ستارت أب نيجي بعد كده على الريتايرد بيبي بومرز وده يقصد بيه جيل الأمريكان من مواليد الفترة من 46 إلى 64 يعني من 1946 ل 1964 ودول بعد قاعدهم نسبة 15% منهم بتعمل مشاريع نيجي بعد كده لمجموعة الروولز أو القواعد اللازمة لنجاح المشاريع اللي بتتم من البيت زي مشاريع الأسر المنتجة كده يبقى الروولز of successful home-based business أول حاجة do your homework استعد لازم تحضر لمشروعك قبل ما تطلقه دور في الإنترنت وشوف دورات وجمع معلومات وادرس السوق وشوف المنافسين نمرة 2 find out zone restrictions بتتعرف على قواعد إنشاء home-based business في بعض الأماكن عملية أن تعمل project في البيت ده بيكون غير قانوني أما الرقم 3 أنت لازم تعمل zone خاصة بالfamily وzone خاصة بالتعاملات التجارية يبقى لازم تنشئ مكان مميز لعائلتك ومعاملاتك التجارية فلازم يكون منفصل مثلاً عن غرف النوم والأماكن اللي موجودة في البيت أما رقم 4 فلازم تركز على فكرة عملك من البيت بمعنى خليك متخصص في حاجة معينة أما رقم 5 فأنت لازم تناقش البيزنس رولز تحتك مع العيلة باختصار أنت في بيتك حاول تستفيد من العيلة وتوجدها معك أما رقم 6 فالمفروض أنت تختار وتحدد اسم للبيزنس وده ممكن يكون مفيد في عملية التسويق والدعاية أما رقم 7 أنت محتاج أنت تشتري المنتجات والمعدات المناسبة سيأك هزة الكمبيوتر والبرينترز وغيرها أما رقم 8 Dress Appropriately يعني ارتدي الملابس المناسبة مش معنى علشان أنا في البيت والشغل بعمله في البيت أن أنا أفضل دايما بملابس النوم لا في بعض الأحيان حتحتاج أن أنت تقابل عملة يبقى البيزنس ولقاء العملة والبيع لملابس رسمية حاول تلتزم بيها أما رقم 9 فالمفروض أن أنت بتتعامل مع ال Distractions أو المشتتات فحاول تخصص وقت للبيت ووقت للعمل وهكذا أما رقم 10 استخدم التليفون بتاعك بطريقة زكية فممكن يكون التليفون أفضل صديق أو أسوأ عدو أما رقم 11 بيقول خليك فارما خليك رسمي مع عريبك وأصدقائك خلال وقت العمل لازم تبقى عارف أن وقت العمل عمل ووقت الراحة بيكون فيه راحة أما رقم 12 فأنت لازم تعمل Maximize لل Productivity أو تكبر وتعظم الإنتاجية الخاصة بيك أهم ميزة في العمل من البيت هي المرونة أو Flexibility فأنت لازم تحدد لأوقات اللي حيكون فيها أفضل إنتاجية وتركز عليها أما رقم 13 فالمفروض أن أنت تنشئ No Work Time Zone زي ما قلت هيبقى عندك وقت خاص بالعمل ووقت خاص بالبيت نفسه مش معنى أنك بالبيت يكون وقتك كله عمل أو وقت نوم لازم تحدد أوقات لكل منهم أما رقم 14 ودي طبعا خاصة بالقطاع الأمريكي فبيقول هنا استفيد من الإعفاءات الضريبية أو Tax Breaks دي طبعا أنت محتاج أن أنت تشوف محاسب قانوني أما رقم 15 فبيقول هنا اتأكد أن يكون عندك Insurance Coverage أو اتأكد من وجود تغطية تأمينية خاصة بإصابات العمل وغيرها من المشاكل أما رقم 16 فأنت محتاج أن أنت تفهم Special Circumstances أو الظروف المرتبطة بالأعمال المنزلية في بعض الولايات الأمريكية أنت ممكن تعمل عمل منزلي لكن ما تقدرش تعين موظفين من خارج البيت الكلام ده زي ما قلنا على أمريكا أما رقم 17 فبيقول Be prepared استعد إذا كان البزنس بتاعك أو العملة حيجو لك البيت فزي ما قلنا المفروض أن يكون فيه مكان في البيت أو غرفة مخصصة للميتنج دية أو الاجتماعات واللقاءات ولازم تكون بترتدي زي خاصة بالشغل بتاعك أما رقم 18 فلازم يكون عندك صندوق بريد بدل ما تستخدم عنوان البيت بتاعك وده كنوع من الأمان أما رقم 19 وهي الNetwork ويقصد بها هنا أن أنت تكون على تواصل مع الناس ودي أحسن طريقة علشان تسوق لنشاطك التجاري أما رقم 20 فلازم تكون براود أو فخور بعملك المنزلي زمان كان العمل المنزلي عيب أما الآن فده مصدر دخل واحترام النقطة اللي بعدها عايزين نتكلم عن الcontributions أو المساهمات الخاصة بالsmall business أو المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي إيه هي الsmall business أو المشاريع الصغيرة دي المشاريع اللي بيكون عدد الموظفين فيها أقل من 100 شخصة فمعظم المشاريع الصغيرة بتكون مركزة في قطاع الخدمات أو services على سبيل المثال اللي هي constructions أو قطاع البناء وقطاع اللي هو retail أو اللي هو البيع بالتجزئة هنا بيقول لي إن 99.7 من 10 من البزنس في أمريكا بيوصف بإنه small business وكمان عندك 52.10% من عمال القطاع الخاص موجودين في الsmall business وكمان عندنا 45% من الرواتب اللي بتندفع في القطاع الخاص أو total private payroll بتتفحمين الsmall business فاختصارا إنه الsmall business أو المشاريع والشركات الصغيرة المفروض إن هي بتنشئ وظايف أكبر من الشركات الكبيرة آخر جزء معنا بيتكلم عن الفاليور أو الفشل في المشاريع عموما وبيقول إن 54% من المشاريع الجديدة بتفشل في أول أربع سنوات من تواجدها بالسوق وكمان إنه الenterpreneurs أو رواد الأعمال بيتعلموا من فشلهم ومش بيخافوا منه وكمان إن الفيلير أو الفشل دي حاجة طبيعية أو natural part في الكرياتيب بروسس يبقى الفشل جزء طبيعي من العملية الإبداعية مفيش حد بيعمل بروجيكت من أول مرة كده لازم بيقع مرة وبعدين اتنين وبعدين ينجح في مشروعه آخر نقطة بيقول إنه رواد الأعمال زي ما قلنا بيتعاملوا مع الفشل بزكاء ويستفيدوا منه وبكده بينتهي الويكت التاني بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر